كشف باحثون أمريكيون أن إمكانية الإصابة بعدوى في الطائرات تكاد تقتصر على الأشخاص الجالسين في مقاعد مجاورة للشخص المريض وقال الباحثون أن الأشخاص الجالسين على مقاعد في الصف في نفسه مع الشخص المصاب أو في المقعد المجاور أو الذي يليه يتعرضون لإمكانية التقاط العدوى بنسبة 80% وهذه الدراسة هي الأولى التي تبحثوا التقاط عدوى بين المسافرين